اشتركوا في القناة مازال موجود في برج الحمل لغاية ساعات تقريبا بتوقيت الاردن منتصف الليل بعدين بنتقل لبرج الثور كمان ساعات بسيطة ببدأ في عندنا خلو المسار هو الان موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا موجود في هاي المنزلة لا يعني بعد بث الحلقة ب37 دقيقة يعني الساعة 22 و37 دقيقة مساء بتوقيت جرينج من مساء يوم الاحد القمر رح ينتقل لمنزلة الثورية ويظل فيها دلت النهار هي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد وغير مناسبة لإظهار اي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الحمل ما زال موجود يعني تقريبا بحدود 6 ساعات لسه ضايله وموجود في برج الحمل فعشان هيك بظل انه شعورنا بالطاقة الكبيرة هاي قدرتنا اكثر تصميم من كون قدرتنا على انجاز اعمال بتكون موجودة منبادر بمشروع جديد ممكن انه البعض يتسرع بتصرفاته او يتهور لازم انه بالفترة هاي عشان كمان في خلوه ومسار اللي بتنقلوا على الطرقات لدهم يحذروا من السرعة الفائقة والتهور هاي فترة لازم نكون اكثر صبرا في التعامل مع الغير او هذا الشيء لانه ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها فمنفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مؤثرة طبعا حكينا انه في زوايا جديدة دخلت على الخارطة الفلاكية اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين المريخ وبين اورانوس طبعا هاي مستمرة لغاية يوم 11-2 هاي الزاوية بتكسبنا شجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية برضو بين المشتري وبين اورانوس وهاي طويلة شوي الزاوية يعني مدتها قرابة الشهر هي مستمرة لغاية يوم 5-3 هاي الزاوية بتعسز لدينا قوة الحدث خصوصا في مجالات اللي بتتعلق بالعمل والعلاقات مع المسؤولين والزملاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي الزاوية لا يوم 8-2 تأثيراتها بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول اكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديث ايجابية بين المريخ وبين المشتري وهاي مستمرة طبعا تأثيراتها لغاية يوم 9-2 بتخلق جو من التسامح بحيث اننا قد نسامح اي شخص بيخطئ بحقنا ومعادي من نسامحهم او من نتصالح مع اشخاص بتكون بيننا وبينهم بعض المشاكل وبرضو بتدفعنا لتراجع عن اخطاء ارتكبناها بالفترة الماضية بالنسبة للزاوية السلبية الاقتران اللي هي بين الشمس وبين زحل وهي مستمرة برضو لعيون 9-2 هي اللي بتخلق نصاعب وعراقيل بتحتاج منها ان نبذل الجهد والتصميم والارادة لتجاوزها طبعا هي بتدل على بعض الامور اللي لها علاقة بالصناعة والمنتوجة الفلاحي والامور هاي اللي شوي بتخلي نوع من انواع الاضطراب وبرضو بتتحكم بشيء العلاقة بالبورصة بصعود اسهم ونزولها بشكل مفاجئ بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل اول زاوية حكينا يوم امس عنها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون بعد بث الحلقة بساعات هي الساعة 25 دقيقة مساء من مساء اليوم الاحد هاي الزاوية طبعا مستمرة لغاية ساعات الفجر هاي الزاوية بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين من من حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة طبعا هاي الزاوية هي الاخيرة بتكون قبل خلو المسار لانه خلو المسار بيبدأ الساعة 25 دقيقة مساء من مساء هذه الليلة وبيستمر حتى تمام الساعة 10 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن منزيد عليها ساعتين يعني الساعة 12 و51 يعني واحدة إلا عشرة بعد منتصف الليل بنتهي خلو المسار وطبعا خلو المسار يعني هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر بنتقل وبصير في برج الثور فعشان هيك بتغير الأجواء عنا بنصير نكتسب بعض صفات برج الثور فبنشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا قلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار طبعا اللي بدي يستأجر عقار أو بدي ينقل عقار آخر أو بدي يشتري عقار هاي فترة بتصير مناسبة وبرضو هاي فترة جيدة لقضاء وقت ممتع في البيت مع العائلة أو مشاهدة التلفاز أو الخلوة الشخصية يعني اللي بحب يجلس مع نفسه أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد خلو المسار طبعا طيلة النهار ما في عنا زوايا في عنا تأثيرات زوايا يعني أول زاوية رح تصير هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الاثنين طبعا هي تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات ما قبل العصر بيبلش الجميع يشعر فيها فبنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة وحد عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتدفعنا أو منندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية برضو بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة ثمانية وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الظهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 وتسعة وقمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن لغاية منتصف الليل الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب المرارة والشرعين والدم ما بعد منتصف الليل بتصير الأعضاء الأكثر حساسية العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغدة الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم فهاي الأعضاء بتصير أكثر حساسية للعيام اللي جاية اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية لأنها هي أكثر حساسية فعشان هيك بتكون تهتموا فيها بشكل كبير وشرب أشياء دافية لهاي الأمور والابتعاد عن الأمراض أو الأشياء اللي بتهيج هذه الأعضاء طبعا بالنسبة لليوم بما أنه خلو المسار بنتهي عند منتصف الليل معناته في النهار ما في خلو المسار يوصى بجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل وهذا برضو يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا ما في أي مشاكل في هذا الموضوع يعني يوم مناسب جدا وزي ما دائما من نبه إنه إذا شعرته ببعض التعب أو الإرهاق أو بعض الحرارة يعني بندول أو برستيمول دفي بالغرض ولكن يتخذ كل ست ساعات لا ثمان ساعات على أساس أنه يعطي مفعول أكثر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء تسعة واحد بيبدأ في تمام الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وستة وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع على سبع أيام في تمام الساعة ثمانية وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بيصبح ثمان أيام نسبة الإضاءة تنين واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمانتاش اثنين منتحسه بنسبة خمسين في المية القمر في الحمل بدي انتقل للثور رح ينكث في الثور لغاية يوم تسعة اثنين هو الآن منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية ولكن مع ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية طيلة النهار نفس الشيء بالنسبة العطارد في الجدي حتى يوم أربعطاش اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمس سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هي نفس توقعات يوم الأمس أو شبيهة لا إلها اللي هو من الآن لمنتصف الليل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم الممكن تهتموا بمظهركم أو ببعض التغييرات وهي مرحلة ممتازة جدا ولكن دون اتخاذ قرارات حاسمة من الآن لمنتصف الليل بعد ساعات منتصف الليل بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالجوا بعض المسائل الإدارية والتمولية اللي بتطلب منك توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور في النسبة لموليد برج الثورة بيتطلب منكم هذا اليوم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني فعشان هيك بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا أكثر لغذاءكم وراحدكم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل طبعاً القمر رح ينتقل عندكم فعشان هيك بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط تقدروا تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي طبعاً وجود القمر عندكم رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وطبعاً الجو رح يكون جيد لكل الأمور اللي بتتعلق فيكم حتى الأمور اللي إلها علاقة بالتجميل أو الاهتمام بالنفس وتعتبر هاي من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعماً فعشان هيك حاولوا تأخذوا المبادرة وتكونوا شجعان برج الجوزة بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء من الآن لغاية ساعات منتصف الليل منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء تخلي علاقاتك مع أصدقائك جيدة بدون مشاكل وإثارة العداوات ما في داعي لأي مشاكل في اللحظة هاي يعني ضبط الأعصاب مطلوب لأنه برضو أنتوا مقبلين على فترة صعبة لأنه القمر راح ينتقل ما بعد منتصف الليل لها بيت المتاعب اللي هو لها برج الثور فعشان هيك بتصير الأجواء مش مساعدة بتصير أنت بحاجة لتعاون الآخرين أكثر حاول أنه ما تبالغ في جهدك الجسماني إنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك حاول أنك ما تراهن على الحضود ممكن تعاني من الرقود ومراوحة المكان فعشان هيك ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك أفكارك شوي بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للأمل برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جذارتهم للمسؤولين وممكن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل أهم شيء إنك تهدى من روعك ما في داعي للإنفعال أو المغامرة أو المجازفة لأن القمر الآن في مرحلة انتقال وخلو مسار من ساعات ما بعد منتصف الليل ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات أهم شيء إنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فهي فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة ابتطلاقها معكم محاتك برج الأسد ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة برضو بظل في نشاط موجود عندكم لغاية ساعات منتصف الليل وبظل الأجواء مناسبة لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضوض ممكن تظهروا نوع من أنواع التعاون مع الآخرين مع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بترويج لعمل أو كسب دعم وتأييد من ساعات ما بعد منتصف الليل طبعاً بيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا على العمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي فعشان هيك تضبطوا عصابكم الفترة هاي ممكن أن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني فعشان هيك حاول أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة فالجو العام يكون يعني ما يلا الصعوبة برج العذرة طبعاً من الآن ولغاية منتصف الليل بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة بتصير متاحة لمكسب الوصلها بشراكة أو تعويض ممكن تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع انتوا بهاي الفترة يعني شوي بحاجة لضبط العصاب في ساعات ما بعد منتصف الليل ممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات ولو فرص النجاح بتصير كبيرة وبشكل واضح وبتعودوا للامساك بزمام الأمور فهاي فترة إيجابية جداً يسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب أحد الجهات أو الأشخاص معاكم بعض موليد برج العذراء ممكن يكون عندهم سفر في هاي الفترة أو اهتمام بشخص قادم من البعيد برج الميزان من الآن لغاية منتصف الليلة بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وبتظل الفرصة مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني طبعاً ما بيجوز إثارة المتاعب ما بتكون تتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية من ساعات ما بعد منتصف الليلة بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة إلى الرعاية أكثر ممكن تفكروا بمستقبلكم وراحة شيخوختكم بتأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج أو عدوات بالفترة الماضية مرج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم بين الزملاء من الآن لغاية ساعات منتصف الليل فبتقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن أن تنتبهوا لأعمالكم وواجباتكم والتنصيق الجيد بين مختلف الواجبات طبعا برضو لا تنسوا تهتموا بصحتكم من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء بتصبح مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوزعكم تعزيز شراكاتكم حاضروا الانفعال لأنه بيصعب التفاهم معكم ممكن تقع في ورطة أنت بغناء عنها بسبب عصبيتك الجو العام بيكون متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة فبدك تكون صبور وما تتدمر فالفترة هاي خالية من الحظ لأنه الخمر موجود مقابلك فبضعف من طاقتك كثير وبسبب لك كثير من المشاكل برج القوس بتزداد رغبتكم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة ولكن احتمال أن يكون في قلق تجاه أحد الأحبة أو شوية هيك نقاشات أو حوارات حد شوي الفترة هاي بتميل أنت إلى اللهو والترفيه خصوصا عن النفس وانت بالفترة هاي يعني نشط لهاي الأمور ولكن بدك تضبط أعصابك من الانفعالات أثناء التعامل مع الأحبة من ساعات ما بعد منتصف الليل بتصير رغبتكم أو بتراكم العمل عندكم ورغبتكم في إنجاز الكثير من العمل ولكن تجد أنه في موانع نفسية وجسدية أو صحية هي اللي بتسيطر فأنتو اليوم رغم أنكم قادرين على إنجاز حصة الأسد من الأعمال إلا أنه لازم تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح ممكن اليوم تراقبوا أو تراقب وضعك الصحي لأنه الوضع الآن بتركز على الصحة وعلى الوضع المهني برج الجديد ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وهاي فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الأفكار أو بعض التوتر اللي انت بتعيش فيه أهم إش إنك ما تبادر بأي أعمال صياني أو ترتيب أو تصليحات منزلية أو مصاريف منزلية من الآن لغاية منتصف الليل لأنه فترة تكله مسار من ساعات ما بعد منتصف الليل بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني بيطمعن بالكم نسبيا ممكن تجدوا حالية في دعم تصوراتكم أهم شيء إنه ما تستسلموا فتكرروا المحاولات ممكن ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو تميلوا لرحلة أو للترفيه أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء بشكل عام رومانسية وناجحة رغم إنها بتحمل بعض القلق حول أحد الأحبة برج الدلو بتنشطوا في أمور بتتعلق في أمور السفر والاتصالات القصيرة ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح من الآن لغاية ساعات منتصف الليل باستطاعتك أنت قلب المعادلة لصالحك ولكن أهم شيء تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء قيادكم للسيارة من الانفعال أو المغامرة أو المجازفة كمان ديروا بالكم من عصبيتكم لأنه ممكن تتصرف أي تصرف يكون حد من ساعات ما بعد منتصف الليل بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأدائكم وأهم شيء ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج حاولوا أنكم تسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيتوا وقدموا مساعدة لأي شخص بيحتاجوا برج الحوت طبعا الأجواء بتظل جيدة وبتدعمكم وبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية أو يهتم ببعض المصاريف والدفعات المالية وممكن شوي يلعب قريب دور مهم لصالحكم طبعا هذا الأمر لغاية ساعات منتصف الليل ومنحذر من المصاريف اللي مائلها داعي من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء رح تتغير تماما رح تنشطوا في الدراسة السفر الاتصالات التنقلات وهي فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار عشان هيك حاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك اتفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولة السابقة وما تستسلم ولكن أهم شيء حاذر من السرعة ومن سوء التفاهم كيف من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر